السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الزهرة إلى برج العقرب يوم الاثنين 23 أيلول سبتمبر انتقال الزهرة لبرج العقرب رح يكون الساعة 22.36 دقيقة فجر يوم الاثنين بتوقيت غرينتش 23.9 ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 27.27 دقيقة مساء يوم الخميس بتوقيت غرينتش اللي هو 17.10 بعدها بدو ينتقل لبرج القوس كوكب الزهرة طبعا معروف لما بيكون سعيد بإيجابياته الكاملة بعطينا العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفهم والميول الفني ويعتبر هو السعد الأصغر يعني بيعطينا طاقة عالية من الحظوظ وبرضو بمنحنا نوع من أنواع الإيجابية بحياتنا لما بيكون سلبي طبعا بعطينا ميزتين سلبيات اللي هي الغيرة والعنادة فعشان هيك أكثر المشاكل اللي بتصير ما بين الأحبة أو الأزواج دائما بتصير بهذا السبب أنه بيكون الزهرة منتحسة في وقتها طبعا رح يطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج العقرب رغم أنه وجود الشمس في بيت المتاعب بتضغطهم إلا أنه وجود الزهرة رح تخفف عليهم أكثر بيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم وبيستفيد معهم موليد الأبراج المائية والترابية يعني عنه السرطان والحوت الثور العذراء الجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة لحظة ولادته في برج العقرب عادة الأشخاص اللي بين ولده بتكون الزهرة عندهم في برج العقرب أو طالعهم اللي هو العقرب بتكون الزهرة موجودة فيه هذولا أشخاص بيكونوا رومانسيين متطرفين ما بيعرفوا الحل الوسط يعني يا حب برومانسية عالية جدا يا كره بشكل بعيد يعني بتطفي مشاعرهم أو بتنطفي مشاعرهم إذا تعرضوا لخيبة أمل وسهل جدا أنه ينسحبوا من هاي العلاقة عشان نحدد إيجابية وسلبية وجود أي كوكب دائما لازم ننظر للزوايا رغم أنه ممكن وجوده يكون في وباله أو يكون في مكان مش مناسب للكوكب إلا أنه ممكن الزوايا تعطيه طاقة أعلى فيعطينا إيجابية أكثر وأيضا بالعكس ممكن يكون هو في شرفه أو في بيته ومن المفروض أنه هو طاقة عالية ولكن الزوايا ممكن تكون زوايا سلبية فبتسحب من طاقته تعطينا سلبيات خلينا نشوف إيش الزوايا اللي رح تتشكل بالفترة القادمة ونحكم بعديها إيش الإيجابيات والسلبيات والأوقات اللي رح يكون فيها إيجابي أو سلبي أهم الزوايا المتشكلة أول وحدة رح تكون يوم الجمعة 14 وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الثلاثاء 18 وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا وشهوانيتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 14 زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا تأثير هذه الزاوية بيكون له خمس أيام قبل وخمس أيام بعد يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات برضو ممكن تخلق عند البعض علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة وهي فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لأنها رح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض للخطر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هذه الفترة لاحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبتفسد أخلاق الناس بسبب الانحنال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك من الأفضل تجنب استثمارات في هذه الفترة أو المغامرات المالية لأنه بالفترة المذكورة في مشاكل أو في بعض الانعكاسات أو الانتكاسات تتعلق بالبنوك أو المؤسسات المالية أو ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المدخيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الأربعاء 16-10 زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية رح تكون يوم الخميس 17-10 وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو تخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلب السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل الانفعال في العلاقات الجنسية بما أننا لاحظنا أن أغلب الزواية هي زاوية وحيدة سلبية وذكرناها بوقتها ولكن أغلب الزواية رح تكون إيجابية فتضفي الحالة الإيجابية أكثر على الزهرة أثناء وجودها في برج العقرب الآن بدنا ننتقل توقعات لجميع الأبراج فعشان هيك بدك تسمع برجك بدك تسمع طالعك لأنه زي ما دائما بنذكر البرج يعني العالم الخارجي كيف بيتعامل معاك أو محيطك كيف بيتعامل معاك وعليه بتكون ردات فعلك أما الطالع أنت كيف بتتعامل مع المحيط يعني بدك تعتبرها أشياء الخارجية إيش والداخلية إيش اللي هو البرج والداخلية اللي هو الطالع برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الزهرة رح تكون موجودة في بيت الثامن لإلك وهو العلاقة بالإرث بالأموال المشتركة بالعقارات يعني أنت فترة مناسبة للحصول على تعوضات مالية أو المطالبة بطرقية على المستوى المالي أو تحسين وضع اجتماعي أو عملي في نوع من أنواع المشاريع كنت بدأتها من فترة قريبة بتبدأ بجني ثمارها لسيما بوجود عطارد الداعم لإلك رح يكون موجود في بيت متعبة بيت السابع لإلك فهنا بيعطي نوع من أنواع الشراكات بيكون برضو في هاي الفترة فترة مناسبة لعمليات البيع والشراء وتبادل العقارات أو تغيير المسكن أو تحسينه عاطفياً بتميل الأجواء الحميمية بتعيش شهر من المشاعر الجياشة مع شريك العاطفة وهي الفترة المناسبة لإعلان خطبة أو زواج وممكن تظهر لدى البعض علاقات كانت بالسابق موجودة ولكن ترجع تظهر على الساحة مرة أخرى برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعاً المعارضات والمعاكسات اللي أنت كنت تعيشها بالفترة الماضية الآن بتبلش تخف تدريجياً بيحمل لك هذا الشهر كثير من الأجواء الحميمية الدافئة بسبب وجود الزهرة في بيت الشراكة رح تخف حدة المواجهات العاطفية بتكون قادرة على إظهار مشاعرك بكل وضوح وعندك قدرة على إدارة الحوار فيه كثير من الأشخاص بيحاولوا التقرب منك يجدوا فيك شخص جذاب ومغري بتجد نفسك مهتم بمظهرك الخارجي وممكن تتلقى كثير من الإطراءات من المحيط وخصوصاً من الجنس الآخر مالياً ممكن تتلقى مساعدة كبيرة من الجنس الآخر فمنهم ممكن يعرض عليك المساعدة أو الدعم أو الدخول في شراكة مالية استفيد ما أمكن من العروض المقدمة لك كثير من موليد برج الثور ممكن يكون عندهم فرص لارتباط عاطفي أو زواج أو خطبة بالفترة القادمة وإذا كان فيه أمور قضائية فبإمكانك حلها بالتراضي في هاي الفترة وبتصير الأمور لصالحك برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعاً دخول الزهرة لبيتك السادس يعني فترة من الأجواء الدافئة في أجواء العمل بتكون محاطة بالكثير من الزملاء اللي بيظهروا مودتهم ورغبتهم في التواصل معك وممكن يكون فيه نوع من أنواع الارتباط مع أحد الزملاء في العمل أو في مكان العمل أو تعارف من خلال العمل إذا كان فيه أي خلافات مع أحد الزملاء في العمل بتقدر بالفترة هاي تسعى لحل الخلاف لأنك راح تكون عندك قوة داعمة وطاقة إيجابية خصوصاً مع الأشخاص اللي حواليك لأسيما بوجود طبعاً الكواكب الأخرى الداعمة لإلك بالفترة القادمة بتكسر الروتين اللي بيسيطر عليك أو سيطر عليك بالفترة الماضية زي ما حكينا في نوع من أنواع موعد مع الحب في وسطك العملي كثير من الأشخاص بيحاول أنهم يتقربوا منك وخصوصاً من الجنس الآخر حاول قدر الإمكان أنك تكون مرن أكثر تعطي فرصة تدرس الأمور بشكل جيد ولكن بدك تحذر من رغباتك الفائضة للأكل والإنغماس بالملذات الطعام لأنه ممكن تسبب لك السمنة أو البدانة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان وجود الزهرة في بيت صديق لإلك بقدم لك كثير من الفرص الإيجابية حيث بتمفتح أمامك الأبواب وممكن تلتقي بشخص بتعيش معه أوقات سعيدة طبعاً وجوده في البيت الخامس يعني طاقة عالية جداً لإلك فممكن تتطور هاي العلاقة ما بينك وبين أي شخص أنت في توافق ما بينك وبينه لعلاقة حب جارفة تتوج بالزواج أو الارتباط الرسمي كل الأمور بتصير لمصلحتك الشخصية وممكن تصلك أموال غير محسوبة نقل ملكية، هبات، هدية، تكريم، جائزة حضوظ بتلعب معك بالفترة القادمة على المستوى المالي أو على المستوى العاطفي أو في بعض الأشخاص ممكن تجيهم عن طريق زوج أو زوجة أو عن طريق أحد الأبناء استفيد من الطاقة المائية الإيجابية وحاول أنك ما تضيع مخطط أو يكون واضح الطبيعة علاقاتك في هاي الفترة بتكون كثيرة على المستوى الترفيه على مستوى العلاقات، الاحتفالات، المناسبات وأيضا بتعطي فرصة لموليد السرطان اللي عندهم رغبة بالإنجاب أو الحمل بالفترة القادمة إنه يكون عندهم فرص أكثر فأكثر يعني الأجواء إيجابية ودعمة في كثير من الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد على الرغم من طبيعتك الجهد الصارم القيادية اللي ممكن ترفض الأخطاء لكن بهاي الفترة بتكون متحمس وودود وعندك مروني عالي جداً للحوارات وخصوصاً على مستوى العائلة على مستوى البيت، العقارات، الأمور اللي تتعلق في هاي المسائل بتحاول أنك تحل الخلافات بطريقة هادئة ذات طابع محب ولا سيما في إطار العائلة ما رح تتقرب من أفراد الأسرة وتحاول إشراكهم في تنظيم الأمور داخل المنزل هاي الفترة مناسبة لإدخال تعديلات أو تحسينات جمالية في المنزل مثل ديكور أو صيانة أو شراء منزل أو ممكن تحف أشياء من هذا القبيل ورح تهتم كثير بشراء الأشياء الثمينة يمكنك الدخول في معاملات بيع وشراء بقوة في هذا الشهر بما يتعلق بالعقارات والشقق وممكن يأتي الكثير من الأرباح المالية عاطفياً فترة مناسبة لا تفرح بأحد أفراد الأسرة ممكن يصير عندك فرح في داخل البيت على خطبة أو زواج أو جائزة أو إنها علاقة حتى وممكن يكون فيه يعني كثير من التنازلات لا تفرج عن من تحب برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة على الرغم من طبيعتك الاحترازية والمترددة أحياناً في التواصل أو في التعارف فهذا الشهر رح يكون مختلف تماماً بأنه عندك طاقة عالية للتواصل والإقناع والحوار والنقاش محب جداً للاتصال مع الآخرين بتحاول الخروج من أجواء التوتر اللي مريت فيها ابتجد إنه علاقاتك بإخوتك وأخواتك في أفضل حالاتها يمكنك حل أي مشكلة عالقة مع أي شخص من المقربين إخوة أو جيران أيضاً التجار عندهم فرص كبيرة جداً لتبادل التجاري في مسائل تتعلق بالبيع والشراء وتنشيط الحركة التبادلية والحصول على أرباح كبيرة ابتدعمك الزهرة اللي موجودة بالعقرب للبدء بعلاقة عاطفية حقيقية في هاي الفترة وبرضو تدعيم علاقاتك القائمة وبيظهر فيها من خلالها مظهرك أو معدنك الطيب أكثر فأكثر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان ما زالت الأجواء الإيجابية اللي عشتها الفترة الماضية مستمرة طبعاً الآن زهرة رح تنتقل لبيت المال على الرغم من وجود بعض المناغصات الصغيرة ولكن وجود الزهرة في بيت مالك بعزز مركزك المالي بامتياز بيفتح أمامك الفرص الكبيرة لكسب المال وإتمام المعاملات المصرفية والدخول في سوق البورصة أو المغامرات المالية ولكنك تحذر عن الزاوية اللي ذكرناها لأنه لازم تكون مدروسة هذه الحسابات بتكون نشيط ومتفائل في عملك رح تسترجع بعض المستحقات القديمة أو الديون المستعصية وبتجد نفسك قادرة على التخطيق الجيد لضبط ميزانيتك والبحث عن طرق مختلفة لكسب المال لاسيما بمساعدة ودعم أشخاص من الجنس الآخر عاطفيا بتمتلئ خلال الفترة القادمة بالكثير من المشاعر الفياضة تجاه من تحب وبتعمل جاهد لإرضاء الطرف الآخر لا تتراجع فيما تفكر به خلال الفترة القادمة أبدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب دخول الزهرة لبرجك بيعني أنك مقبل على شهر من الأجواء الحميمية الدافئة اللي بتجعل منك شخص ودود محب ودو مظهر جذاب ومرغوب من الجنس الآخر ثم من يحاول التقرب منك والتودد لا إلك بتعزز علاقاتك بشريك العاطفة ممكن يبدأ العازبون علاقة عاطفية جديدة بتلتقي بأشخاص بتحمهم وبتقضي أوقات سعيدة برفقتهم إذا كنت صاحب موهبة فرح تدعمها الزهرة الموجودة ببرجك طبعا ورح تظهر تقدم واضح فيها بتميل في الفترة القادمة لكل ما إلو علاقة بالتجميل أو التزيين أو الانطلاق طبعا بتكون مرغوب جدا من الجنس الآخر هذا الشيء بساعد على بداية علاقات أو ارتباط أو تطور أو فرحة أو مناسبة أو مكاسب حتى مالية ماليا بتمنحك الزهرة كثير من الفرص الحقيقية لكسب المال ولسيما تلك المكاسب اللي تأتي بمساعدة أشخاص من الجنس الآخر حاول الاستفادة من هاي الأجواء الفلكية في التخفيف من توترك وإنفعالك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني أنه رغبتك في التكتم والسرية في علاقاتك العاطفية رح يكون ظاهر رح تشهد فترة من النشاط العاطفي الكبير بعيد عن الآخرين ممكن تحظى بأوقات سعيدة أو يزعجك بعض التشهير من أشخاص من الجنس الآخر في أشخاص بيحاولوا التقرب منك بشكل واضح وممكن تلعب لعبة الصياد معهم إذا كنت من أصحاب العلاقات المتوترة عاطفيا احذر من رغبة الشريك في السيطرة وفرض الرأي بقوة وحاول أنك ما تفكر في هذا الشهر في إعلان خطوبة أو زواج لأنه في شيء خفي عنك بثير غضبك أو انفعالك عندك فرصة كبيرة للتعاقد مع شركة أو مؤسسة مالية مهمة جدا عن طريق تعاقد غير معلن حاليا وممكن تجني ثماره الشهر القادم حتى إعلان العلاقات العاطفية أو إذا نويت الارتباط بأنصحك تأجلها لحين وصول الزهرة لعندك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا الإضطراب وتوتر عدم الاستقرار اللي كنت بتعاني منه بالفترة الماضية رح يبدأ بالتلاشي مع وجود الزهرة في العقرب رح تجد نفسك مدفوع بقوة لتعزيز علاقاتك الاجتماعية وتقويت الرابطة مع الآخرين من خلال قدرتك على التواصل وخصوصا مع الأصدقاء هذا شهر معطيك القدرة على تحقيق إنجازات أو تحسين صورتك الاجتماعية في المحيط اللي بتعيش فيه ممكن تتلقى اعتذار من أحد الأشخاص اللي أساؤلك وفيه أشخاص بيحاولوا التقرب منك في هاي الفترة وبرضو بتكون محط إعجاب لأن الأضواء رح تكون مسلطة عليك في أي مجال بتعمل فيه وخصوصا علاقاتك مع أصدقاتك علاقاتك الإجتماعية التعارف الانتشار ما بين الناس وأيضا في المناسبات رح تكون حاضر بقوة عاطفيا ثم من يحاول في الأفق القريب للبدء بعلاقة عاطفية كنت بتسعى إلها من فترة بعيدة فحاول إنك تستغل الفرصة لتقرب أكثر عادة كثير من موليد برج الجدي بالفترة هاي بيصير ارتباط من خلال مناسبات اجتماعية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الزهرة في بيت العمل والسمعة وبرضو شوي من الصحة بيفتح أمامك الكثير من الفرص لتحقيق مشاريعك الخاصة وإظهار أفكارك البناء إلى العلن شهر من انشاط الحقيقي والعمل المتواصل والكثير من اللقاءات اللي بتضع النقاط على الحروف ثم إنجاز كبير في عملك أيًا كان نوعه هنا بتزداد المسئولية للملقاة على عاطقك في هاي الفترة ممكن تحس بالتعب أو الإرهاق النفسي أكثر ولكنك عندك القدرة على تجاوز ذلك حاول إنك تخفف من توترك النفسي ابتعد عن المحاكمات الغير مسؤولة للآخرين صحياً هاي فترة مناسبة للعمليات الجراحية والتجميلية واتباع البرامج الغذائية المدروسة عاطفياً بتعيش حالة من الهدوء العاطفي نوعاً ما واللي بزيد أكثر كل ما حاولت إنك تتفهم الطرف الآخر برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً أحلامك بالسفر اللي بعيد والانتقال لعالم آخر أكثر شيء رح يتوارد لذهنك أو لمشاعرك أو لغرغبتك بتجد صدى حقيقي في هاي الفترة أو بتكون أبواب السفر مفتوحة أمامك إن كان لهجرة أو لتقديم طلبات هجرة أو معاملات إذا كان لعمل أو دراسة أكاديمية عليا بتكثر الاتصالات الخارجية هاي الفترة ممكن تتعرف على أشخاص غرباء عنك وممكن يدخل الفرح لقلبك ثم من يودع أشخاص مقربين أو أحب في هاي الفترة بسبب السفر بتتلقى مساعدات من أشخاص بيقيموا خارج البلاد وممكن تكون مادية أو معنوية برضو بتعطيك فرص لعقد صفقة أو توقيع عقد ناجح وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالاستيراد والتصدير أو التعامل مع شركات أجنبية اللي بيكون عنده دعوة قضائية يمكنه الآن الدخول فيها وحلها سلميا أو رضائيا عاطفيا بتعيش شهر من الحميمية الدافئة وبتشعر بقوة عاطفة تجاه شريك العاطفة وبتكون إله سند وعون وكثير من موليد برج الحوت ممكن يرتبطوا بأشخاص إما جانب أو مقيمين خارج البلاد أو من خلال جامعة أو أكاديمية أو دورات تعليمية هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء